مرحبا بكم متابعين والأيامات هذه وفور بدء العدوان على غازة تزيد خطابات الرئيس قيسس عيد شراسة على الكيان الصهيوني وأكد على أنه مستعد يقف مع قطاع غازة والفلسطينيين بسيفة عامة لاسترجاع حقهم في الدولة الفلسطينية مدنيا ومعنويا وماديا وعسكريا أيضا وهذا في حد ذاته بمثابة الإعلان الحرب على الكيان الصهيوني والدولة التونسية ورئيس قيسس عيد كانوا من أول دول العالم ليقوموا بإرسال الإعانات الغازة والفلسطينيين في غازة وقام الرئيس قيسس عيد بعض طائرة عسكرية محملة بأكثر من 12 طن من المستلزمات الثبية والصحية وحليب الأطفال وهي الشحنة أولى وباش تتعقبها رحلات جوية أخرى في إطار وقوف تونس الثابت والغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني الأبية لكن الشي اللي خلى الكيان الصهيوني يستشيط غضبا من رئيس قيسس عيد هو أن الرئيس قيسس عيد اكشف مخطط الكيان الصهيوني بكل وضوح في احتلال جميع الدول العربية والبدأ بالسرق الأوسط أولاً وهو أنهم يريدون رسم خريطة جديدة للعالم في مقال الرئيس قيسس عيد وبعد الانتهاء من قطاع غزة الكيان الصهيوني يخطط لاحتلال مصر والأردن وسوريا ولبنان والسعودية والعراق حتى النار الفراتة وهذا مخطط مرعب لاحتلال الشرق الأوسط وخلى الكيان الصهيوني يستشيط غضبا بما أن الرئيس قيسس عيد اكشف للعالم المخطط الصهيوني لاحتلال الشرق الأوسط أذاك علش الأعلام الأسرائيلي يهاجم الرئيس قيسس عيد والدولة التونسية وعدد من قيادات الدولة الصهيونية يستشيط غضبا وخرج أكثر من قيادي وأعلامي في الكيان الصهيوني وهاجم الرئيس قيسس عيد بكل وضوح لكن هل حقاً الكيان الصهيوني وأسرائيلي خطوا إلى احتلال الشرق الأوسط أو مهي معظ إشعاتها؟ في آخر الفيديو إن شاء الله ليجاي خير على كامل عالمنا العربي وما تنسيوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نمافيو كومب كل المستجدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر